ترأست مملكة البحرين الجانب العربي في الدورة العشرين للجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية على مستوى كبار المسؤولين والتي تعقد في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا وأكدت السفير فاطمة عبدالله الضاعن مدير عام التعاون الدولي بوزارة الخارجية على أهمية مخرجات القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين قمة البحرين والمبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين واعتمدتها القمة للإسهام في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة وتنميتها ومن بينها المبادرة المتعلقة بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت رعاية الأمم المتحدة وفق ما جاء في إعلان البحرين مشددة على الدعم العربي لجهود الدول الأفريقية الصديقة نحو تحقيق المزيد من التنمية والرفاه لشعوب القارة الأفريقية مؤكدة على ضرورة تعزيز وتطوير العمل المؤسسي المشترك بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي خدمة للقضايا المشتركة اشتركوا في القناة